كنت حضرتك كلمتين عن مدن الجيل الرابع ومميزاتها دلوقت يا فندي يعني مدن الجيل الرابع أنا زي ما وضحت لك أن الجيل الأول والتاني والتالي دي حقب زمنية يعني من سنة كذا لسنة كذا الجيل الأول إنما مدن الجيل الرابع هي بتزامن أنها مدن مستدامة وزي ما قلت لحضرتك يعني إيه استدامة؟ أول مرة يتكلموا على مصالح الاستدامة كان سنة الثمانين لما قالوا إن الاستدامة دي حفظ حقوق الأجيال القادمة فيها المورد الطبعية لأن بدأ كوكب الأرض يتلوث وبدأ يبقى فيه صقب الأزون وبدأ درجة حرارة ترتفع وتؤثر على كل مناح الحياة وزلازل وبراكين ومثلاً درجة حرارة مترتفع الجليد في القطب الشمالي والجنوبي يسيح فتبدأ المية تعلى في البحار تبدأ تاكل الشواطئ وكده بدأوا ينتبهوا بدأوا يعملوا أول مؤتمر للأرض سنة 92 في باريس وبدأوا يقرروا إن احنا لازم نحافظ على كوكب الأرض وكوكب الأرض ده تلوث ليه؟ تلوث لإن حصل الصورة الصناعية اللي تمت في أوروبا سنة في القرن الثامن عشر والقرن الثانس عشر كانوا بيستخدموا الوقود الأحفوري إيه الوقود الأحفوري؟ اللي هو البترول أو فحم اللي هو جاي من ناتك الأرض وهو اللي عمل هذا التلوث فبدأ المودن الجديدة يقولك لا أنا عايز مودن مستدامة ما يكونش فيها هذا التلوث وتكون ملأمة للوضع الجديد لأن كل العالم النهاردة متجه إلى الاستدامة حتى برضو لما جينا نتكلم على الوضع مصر الاقتصادي واللي هي البنية التحتية اللي تمت ودي بالك بعد صفقة رأس الحكمة رئيس المفوضة الأوروبية جات معها أربع رؤساء دول وجم في مصر منح ومساعدات ومشروعات بس 7 و 12 مليار يورو ده كان بيأكد برضو على وضع مصر الحقيقي لما برضو المفوضة الأوروبية جات من حوالي شهر أو 3 أسابيع وجايبين قروض وتسهيلات ومشروعات بحوالي من 40 ل 70 مليار يورو وقصدين مصر بالذات ده معناه إيه؟ معناه أن مصر ماشي في الاتجاه السليم وهي مرحلة جاني السمار وبيئة استثمارية كويسة أو جيدة للمتسل بالضبط وليه زي ما قلت لك؟ لأن فيها استقرار أمني وسياسي وقتصادي وبنية تحتية وبوابة أفريقيا وبوابة ليه أوروبا وأرب حاجة لأوروبا بل بالعكس كمان بدأنا بقى يعني لما الدولة بدأت تفكر تقول لك أنا يعني عايزة أنمي الصدرات وأنامي الصدرات وقال للوردات من ضمن الصدرات بتاعتنا العمالة إننا نحن بنودي عمالة برا لو جيت تشوفي من معظم العملة الصعبة وداخل مصر بأنها هتلاقي من العمليين بخارج طب ما أنا عايز أنمي النقطة دي وبدل ما أود عمالة واحد بياخد 3-4000 ريال في الشهر طب ما أنا أود عمالة مميزة تكنولوجية تناسب الوضع الجديد يكون مرتبه من 25 إلى 30 ألف مثلا يعني ريال فبدأت مصر تحتم بهذا الاتجاه وفعلا الدولة شغالة في جميع الملفات في جميع الملفات بس يعني إحنا ماشينا على الخط السليم الوزارة الجديدة أعتقد إن شاء الله يعني أو متأكد إن هي فعلا جاية بخطة مدروسة لتنفذ السنوات القرية ويتسد العجز ميزان التجاردة جميل